موسيقى 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 المهcott موسيقى موسيقى الجنسما موسيقى موسيقى مرتبات لو البشرة دي مثلا فيها عيوب فيها مشاكل لازم اعمل خافي عيوب اخفل مشاكل بتاعت البشرة بناء علي باختار الالوان بتاعت العين حسب اللبس زي ما قلتلك لون الفونديشن بيكون على حسب يعني درجة بشرة البنت اللي قدامي ويستحسن كل ما كانت البشرة فيها مشاكل كل ما كنا نغمأ يعني بلاش الفواتح في الميكاب ما بتبقاش حلوة قوي ايه بالضبط كده لو البشرة فيها مشاكل والفونديشن فاتح بيبين كل حاجة ولازم لو البشرة فيها حبوب فيها مسام واسعة فيها اي حاجة لازم نغمأ على قد ما نقدر انت بتكلميني عن تنظيف البشرة هو ليه علاقة بالميكاب خطوة أساسية لان في بنت مثلا بتبقى بشرتها دهنية في بنت بتبقى بشرتها جفة في بنت بتبقى عندها مشاكل كتير في البشرة لو حطنا عليها الميكاب بيبقى ظاهر قوي بيبقى ظاهر ان فيه عيوب فيه مشاكل فيه حاجات برزة في الميكاب لان الميكاب اه احنا بنخفي مشاكل بس لو فيه حاجة خارجة عن البشرة او حاجة برزة عن البشرة بتبين حنا من ريفيوهات اللي جات لنا على صفحة البرنامج لما قلنا ان حديد جاي معنا الناس بدأت تتشكر في شغلك وقالوا اهم حاجة عندها المصدقية موعدة كويسة جدا وفي نفس الوقت ان الاسعار يعني لا تقارن بأي ميكاب ارتس تانية تمام فكلمين المصدقية دي جات لك ازاي بقى من العمل التوعي والله ده بيبقى حسب التعامل يعني انا اتعاملت مع ناس كتير كان الموضوع بدأت مع صحابي بعدين ارايب بعدين الشهرة بدأت تزيد واشتغلت الحمد لله يعني في كذا برنامج ودخلت مسلسل والدنيا الحمد لله ميشيت معايا بكده يعني بدأت الناس تطلبني فبناء علي لما بروح للناس بيحصل تعامل بيشوفوا الاسعار بيشوفوا كل حاجة فحصل مليان من السمعة السيئة للميكاب ارتس ان هما بياخدوا الافات في الموضوع ده لكن للأسف احنا لما انا كشخصين لما تعملت معاك جميلة والميكاب بتاعك كويس وصراحة يعني مش من الميكاب ارتس اللي هما واخدين ان هي مهنة سبوبة ايو ايو لا انت واخدها كحب في الاول وفي الاخر اه طبعا واخدها حب وفي نفس الوقت يعني انا حب افرح اللي قدامي مش حب لي انا بس لا حب ان انا فرح اللي قدامي يعني انا بفرح جدا لما بعمل الميكاب لوحدة وبالذات وحدة مثلا تكون مدهقة جدا وعملت ميكاب كتير وشايفي نفسها وحشة لا انا بطلع وحشة بلاش كذا بلاش كذا فبقولها سبيلي نفسك فبفرح جدا لما بعد ما عمل الميكاب قاليه الوحدة فرحانة قوي تقول ليه انا ما كنتش متخيلة ان انا بقى كده ومعظم الميكاب ارتس بيعمله الشغل اللي ممكن الفونديشن ما يقعدش على البشرة اكتر من دقيقة ممكن الوحدة مجرد ما تمشي في طريق او حاجة تلاقي كله نازل من وشها فدي بتبقى المتيريال بيبقى حسب المتيريال حسب المتيريال برضو بالزبط كده بس لازم الامانة يعني في ناس يقولوا احنا بنشتغل بأحسن حاجة وبياخدوا فلوس كتير جدا فعلا للأسف بس الحاجة تتحط على الوش تلاقي الوش مجير الوش مثلا الوش الميكاب ما بيثبتش عليه متناصق اصلا كمان وبتطلعك يعني كله متبهدل بالزبط كده فده كله بيبقى حسب المصداقية فعلا يعني انت شغلك حلو والمتيريال بتاعتك أوريجنال يبقى لازم تقولي انت شغلك بسيط وكده برضو لازم تقولي تمام فهمني انما فيه ناس بتستغل ان فيه ناس ما عندهاش معارفة بالموضوع ده وفيه بناك كثير طبعا ما تعرفش يعني ايه ميكاب ما تعرفش يعني ايه متيريال لا للأسف ما تعرفش تفرق ايه الأوريجنال من ايه الشعبي او البسيط طيب حلال سمعنا عنك برضو ان انت فيه متخصصة في الشعر تمام مش ميكاب برضو ايه كلمينا بقى عن الموضوع ده متخصصة في ايه فلر بروتين ترميم للشعر بيبقى ده بيبقى حسب مثلا نوع الشعر يعني هنا بيجيلي مثلا واحدة لو شعرها هو وحش قوي 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 بستخدم لها بروتين تمام فيه شعور مثلا بيجيلي كارلي شوية ويفي ناعم بس هايش ده بعلجه بحاجة اسمها فلر وترميم اه فبيخلي نتيجة الشعر ممتازة حلو جدا قولي احنا الانتهام حاجة عندك المصدقية اه طبعا طيب في ايه بقى يعني كلمين المصدقية في ايه وفي ايه وفي ايه في حب الناس اهم حاجة انا بالنسبالي حب الناس يعني وشهرتي بالحب كده ديها عندي اهم حاجة والله فعلا فعلا يعني انا مش بجري ورا الفلوس قد ما انا بجري ورا حب الناس تمام اه طبعا الفكرة بتاعتك بسيطة ومعليش انا بشكرك وبتمنالك مزيد من النجاح يا رب انشاء الله ويا جماعة والله حنان جميلة وتستقل كل خير وان شاء الله من نجاح لنجاح وفي كده نكون وصلنا نهاية فكرتنا واستمرنا فقرات تانية في اصل الحياة